نبقى دائما في قطع العدلة حيث برمجت محكمة جناية العاصمة استئناف محاكمتي قضيتي الطريق السيار وكذلك قضية سنة ترك واحد على توالي يومي 19 أفريل و7 جوان القادمين حسب معلمة من محكمة الجزائر العاصمة وبرمجت كذلك برمجة مجلس قضاء العاصمة القضيتين في الدورة الجنائية حسب ما ورد في جدول مجلس قضاء العاصمة وتمت برمجة المحاكمة الأولى المتمثلة في طريق السيار شرق غرب يوم 19 أفريل حيث سيشرف عليها رئيس المحكمة هلالي طيب بمساعدة المستشارين حمدوش أحمد والحاج ميهوب سيدي موسى أما القضية الثانية المعروفة بسنطراك واحد والتي برمجت يوم 7 جوان المقبل فسيترأسها رئيس رقاد محمد بمساعدة المستشارين بحميد نادية ومنصور حاكيم هذا وكانت القضيتين قد أجلت من قبل محكمة جنائية العاصمة خلال دور الجنائية السابقة بسبب غياب محامي بعض المتهمين في القضية الأولى وكذلك شهود في قضية سنطراك واحد ايضا سرعة في